اتحاد الكورة مجلس ادارة اتحاد الكورة بيعقد اجتماعا خلال الايام القليلة المقبلة ليه؟ علشان يحسم اسم المدير الفني الجديد للاتحاد خاصة بعد ان اخطر الاتحاد الدولة كرة القدم فيفا نظيره المصري بضرورة تعيين مدير فني للاتحاد اتحاد الكورة عندنا قبل شهر يناير اللي جاي ده وفقا للوائح الخاصة بالفيفا والمتعلقة بالاتحادات الكوروية التابعة لها حوالين العالم اتحاد الكورة عندنا بيفاضل ما بين عدة اسماء لهذا المنصب هذه الاسماء هم هاني رمزي رئيس لجنة الاسكاوتنج بنادي الاهلي والدكتور جمال محمد علي وكمان الدكتور محمود سعد عايزة لكم ان تقريبا دكتور جمال محمد علي هو الاسم الاقرب الابرز للمنصب ده خاصة بعد جهود الرجل الاخيرة في عودة رخص التدريب المعتمدة من قبل الكافة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة